اشتركوا في القناة وفي البداية رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمعالي وزير النفط ونقل له تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتمني جلالته لمعالي الوزير دوام التوفيق بعدها بحث سموه مع الوزير خطط الهيئة العامة للرياضة لدعم الأندية والاتحادات والجهات الرياضية على الشكل الذي يسهم في تنفيذ الأهداف التي من شأنها تحقيق التطور والتقدم للمنظومة الرياضية في المملكة وناقش سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع وزير النفط البرامج والمشاريع التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها في مختلف القطاعات الرياضية على الشكل الذي يحقق التنمية والتطوير ويدفعها لتحقيق المزيد من المنجزات من جالبي أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على جهود سموه المبذولة في هذا المجال مؤكدا أن سموه حريص على بذل كافة الجهود التي تسهم في إثراء الحركة الرياضية وتدفعها لمزيد من التقدم والازدهار في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعا ترجمة نانسي قنقر